جوا يا رميم ورب كريم أدري حي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر أقوم لو طالت ليالي خطوطين هتعملهم هتعيد بناء وتسترد قيمتك الذاتية اللي ضاعت بسبب التربية المؤذية أو المهينة حاجة الأولانية هتتصدر لمسئولية بناء نفسك حتى لو اتهدمت بسبب التربية انت مسئول لو افترضنا أن أهلك ما كانوش يقصدوا وكانوا عايزين مصلحتك عشان كده كانوا بيشدوا عليك فكسروك أو كسروكي خلاص كانوا أهلك عايشين دلوقتي ربنا يبرك في عمرهم ويصلح أحوالهم كانوا عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرحمهم انت مكمل فانت مسئول عن إصلاح ما أفسدته الأيام وأهلك جزء من الظروف والناس اللي بتعيش عيشها بناءة ما بتلومش الظروف بتتقبل أقدار الله في الظروف فأنت مسير في هذه الأقدار ومخير في رد فعلك عنها انت عارف ستيفن كوفي كان بيقول كلمة لطيفة عن كلمة responsibility المسئولية يقولك قسمها الresponse رد فعل ability قدرة فالresponsibility هي القدرة أنك تاخد رد فعل مناسب مع أي حاجة تأذيك أو تعطلك فلو سمحت اسمع وصية ربنا سبحانه وتعالى هو بيقولك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا هنتحسب كلنا قدام ربنا فينبئكم بما كنتم تعملون فلو سمحت ما تغرأش وما تغرأيش في الماضي وكمل وانت متحمل مسئولية إصلاح من هدم من نفسيتك وقمتك الذاتية بسبب التربية وربنا معاك سبحانه وتعالى الحاجة التانية حط حدود رحيمة لأهلك لو الإساءة لسه مستمر حدود رحيمة أنا أتابع الناس الانفلوانسرز على التيك توك وعلى الانستجرام و سوشال ميديا عموما وبيوجعني الصادقين منهم الموجوعين اللي تربوا تربية فيها أذية فيطلع يقولوا حطوا أهلكم حدود وقفوهم عند حدهم ما يسمح لهم مش مش عارف إيه هو صادق إنه تأذى بس دول أهلنا الحدود لازم تبقى رحيمة تبقى واضحة بس رحيمة عشان دول مش صحابنا ده أبويا و أمي وأبويا و أمي معناها إن أنا و أنا باخد أي رد فعل الرح ما بتسبق أي حاجة شكده ربك قال لوا بكوا أمك بيسجدوا للأصنام و إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فيه هنا حدود طعت ربنا أولى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي المنيبين الصالحين بيصاحبوا أهلهم في الدنيا بالمعروف حتى لو حطوهم حدود رحيمة فلو بتستشير أهلك فبيضغطوا عليك عشان بتستشيرهم في حاجة في الدنيا فيعودوا يلوموا فيك ويكسروا فيك ما تستشيرهمش خلاص تخدش رأيهم خليك قاعد لطيف بتشاركهم الحوار مش لازم تاخد رأيهم لو عايز من أهلك حاجة فلما بتطلب حاجة بيذلك ما تطلبش وبقى اطلب من الغريب معلش والغريب إن شاء الله ربنا يحط في قلبه حنية ويبقى هو كمان حنين عليك زي أبوك وأمك بس لو الطلب بيوجعك لأنك بتتذل بسببه خلاص لو 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 ما تعملش الحاجات اللي فيها أذية وخلي العلاقة في حدود الإحسان المتبادل على قد ما تقدر بنت راحت لسيدنا النبي وقالت له يا رسول الله قالت لسيدة عائشة إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خصيسته جاوزني لابن عمي وأنا مش عايز أتجاوزه بس عشان عمي كبير في البلد فعشان نناسب ناس كبار ولا مش موافقة قالت لها استني لما النبي ييجي جي النبي حاجات له نداه وقال له الأمر البنتك لازم توافق ووقف الجوازة دي فقام البنت أيلة خلاص أنا وفقت ولكن أردته أن تعلم النساء ما لهم بس بسطة بكده الحدود بقول بس الست لازم توافق وكله يبقى عارف حدوده وحقوقه فحط الحدود الرحيمة حماية لنفسك عشان تعرف تبني منهدم وضاع من قيمتك الذاتية سبب التربية المهينة ترجمة نانسي قنقر